يا لبا حضراتكم مرة أخرى لسه مشرفني وبنورني كابتن الكبير كابتن أبو طالب العسوي وحديث من القلب عاجبني جدا النهاردة حوار مختلف مع كابتن أبو طالب العسوي وإنه حوار إيجابي مطمئن إلى حد ما لجمهير النادي الإسماعيلي على الأقل بالكلام يعني على الأقل تدي طاقة إيجابية بالكلام بما أن الأمور أصلا هي فيها شوية مشاكل كده نتمنى طبعا أنها تتحل سألت الكاتلة مطالب العسوي قبل ما نروح لفاصل ماذا عن الإسماعيلي في الموسم القادم هل سيستمر الوضع كما هو عليه هل سيسوق أم سيتحسن الوضع بعمل إزاي الموسمي أنا بقول إن شاء الرحمن عمورها هتبقى أفضل هتبقى أحسن ممكن اللجنة السلسية اللي بجري نادي الوقتي كابتن حفني والمدير المالي محمد اسماعيل والياسق المدير التنميزي للنادي النهاردة في أعلانهم في انتخابات نتمنى إن الأحسن والأفضل ربنا سهل يكون موجود اللي عندك أزمة مليع لازم تتحل زي ما قلت لحضرتك يمكن الفترة اللي فاتت كانت كبيرة جدا الفترة الأخيرة كان فيه انفراجة وفيه لعيبة خادت مكافأة مباراة وفيه لعيبة خادت جزء من فلوسها وفرتها اللجنة اللي كانت موجودة اللي كانت معاينة بمجلس شاب الرياضة الأوبا بكر وكابتن شيح وكل المجلس اللي كان موجود اللجنة اللي كانت موجودة النهاردة لازم تشوف الناس اللي جاية دي بقى عارفة إن فيه مشاكل برضو بنتكلم منطقة الصراحة عندك مشاكل إدارية عندك مشاكل مالية عندك مشاكل فنية بالنسبة للعبين إحنا كلاجنا فنية مشغالين بقالنا فترة بنشوف أحسن حد وأحسن ليبقى تيجي النادي لإسماعيل في نفس الوقت محتاجين دعم مادي مين هنلوقتي إحنا فيه لعبة شوفناها وعايزين نجيبها هنتكلم معها زي ما تيجي بقى لتكلم زي ما حضرك قول آه ما تيجي نتكلم معها دي عشان دي تبقى حاجة كمان مطمئنة لجميع الإسماعيلي هولا أنتو بتتكلموا في كم لعب أنتو عايزين تضموهم بغض النظر عن أمور المالية دي بتاعت الإدارة بقى يبقوا يحلوها بس أنتو كلاجنة فنية بتتكلموا على كم مركز وكم لعب أنتو محتاجوا في الإسماعيلي في الوقت الحالي مين الأسماء اللي أنتو بتفكروا فيها المتاحة طبعا مش اللي هي مرتبطة مع أندية أو حتى ما مرتبطة مع أندية وتفكروا تتكلموا معها مين يا طم الإسماعيلي قل للجميع الإسماعيلي ناس هيتضموا للفريق هقول لحضرتك حاجة أنت قلت كلمة جميلة أن الوقت اللعيب ثقافته كلها بقت نحق مادية طبعا أنا قلت لك وضربت مسأل ودليل أن النادر الإسماعيلي تعالى ده كنز صحيح هو آه الوقت يختار ماديا بالنسبة للعيبة بعد أندية الشركات وأندية اللي معاها فلوس لكن فنيا هو رقم 3 في مصر النادر الإسماعيلي هو اللي هيديك الشهرة هو اللي هيجيب لك الفرص هجيلك هجيلك النهارده الأول انت هايبقى فيه تقييم للعابين الموجودين هتشيف الأول من اللعيبة خلصت العقودها فيه العايبة خلصت عقودها وماشية هتشوف الأول انت هتبكى على كام لعيب الموجودين هتشوف هتقدر تستغنى عن كام لعيب هتشوف إحتياجات المراكز اللي انت محتاجها هتشوف أفضل لعيبة في المكان هتجيب لعب واثنين على الأقل خلص بقت فيه اثنين لعيبة في كل مكان قريبين او من بعض اسمعتك انت بتتكلم بتقول نادي الاهلي عنده بطولات او نادي الزمالك لو ما اللي بيخشوا بطولات كتيرة انت بطول عنده محتاج اتنين نفس المستوى لان انا هضيف لك كمان محتاج تالت من ولادي النادي يبقى كمان رقم تلاتة ده لو انت بتحقق التارجت اللي انت للبطولات الكتيرة انت بتشترك فيها انا كنادي الاسماعيلي عندي طموح النهاردة حزينه نخرج من ازمة ما انا هقول لحضرتك طموح انا طموحي كلعيب وكمدرب وكعاشق وكلنا بنحب النادي اسماعيلي النادي اسماعيلي هيرجع ويرجع بقوة يبقى من واحد الاربعة دي طبيعة النادي الاسماعيلي لكن في ظل الازمة بنقول يبقى في خطة لمدة تلات سنين اربع سنين يرجع النادي اسماعيلي في خلال تلات سنين اربع سنين بالكتير هيرجع النادي اسماعيلي من واحد الاربعة ان شاء الله باذن الله بس احنا محتاجين دعم مادية زي ما قلت لحضرتك ووعي احنا بنوعي اللعيبة بنقول وإحنا كلجنة فنية وبنقول احنا قبل ما نكون لجنة فنية لا احنا ولاد النادي وحارسين على النادي احنا عايزين نجيب أحسن لعيبة للنادي هتجيب برضو هارجع على السؤال اللي انت قلته انت فين جوم هيمشوا من النادي زي مين زي انتهاء عقد زي الشامي زي عمر الوحش زي مدبولي انت هقدم خلصت في لعيبة عندها رغبة خلاص دعوتهم خلص والاسمالي مش عارف جدا معا خلاص في لعيبة عندها رغبة نجوم في بعض اللعبين عندها رغبة انها تروح نادي تاني عشان تحقق عائد مد كبير زي عبد الرحمن مجد يباير محمد مثلا مثلا ده نتكلم هو احنا بتكلم عن نجوم اه ما نباول حضرت يعني عندك ازمة وهم زي ما قلت هم وبعض اللعبين ما خدوش مستحققات كتيرة لهم وده حق شرع لي تدور على مستقبله مزبوط تفاهمني تمام فده برضو انت بتقعد تقول موارد انك تبعي لعيبة موارد انك تبعي لعيبة صح لان عندك ازمة مالية هيحلها سواء لجنة هتحل سواء مجلس ادارة منتخب هيحل سواء دعمين وده بقى احنا دعو بقى بنقول حنا بنوعد نتكلم كتير بنقول رجال الاعمال بنقول محبي النادي اسماعيلي بنقول ولاد اسماعيلية بنقول عاشقين النادي اسماعيلي سواء ماديا سواء فكريا سواء عندك حلول تعال اقول لنا الحلول طب كان ترى ابطالي مين من اللعيبة اللي موجودة في الدارة ودلوقتي نفسك تشوفهم في الاسماعيلي في المستقبل القريب بص ما انا قلت حرارك انا قبل كده اتكلمت على لعيبة نجوم انت محتاج زي ما هتماشي نجوم لازم هنجيب اربع خمس نجوم زي مين مش هينفع اقول لكن هنتكلم مع نجوم هنتكلم مع نجوم اربع خمس لعيبة نجوم الستة سبعة الافارقة محتاج منهم تلاتة كويسين قوي ادي سبعة ادي اربعة خمسة وثلاتة ادي تمانية مثلا هنشوف اللي هيبقى من ولادي النادي الموجودين اللعبة الكويسة مع خمسة ستة من اللعبة من احسن اللعبة في الدرجة التانية خمسة ستة مع خمسة ستة من ولادي النادي عينك على اللعبين في الاهلي احنا بص اقول لحضرك حاجة احنا فيه اعراض لو فيه على لعيب مميز انا قبل كده كنت عايز اجيب احمد حمدي من نادي الاهلي عارة كنا عايزين نجيب انا وكابتان احمد العجوز ناصر مهر من نادي الاهلي كنت عايز اجيب ياصر ريان وكلمته فعلا احمد ياصر ريان وانا بقول وكلمت محمد ابراهيم من نادي الزمال لعيبة نجوم كلمت معاه وفعلا كانوا مرحبين لكن المشكلة كانت في الحقيقة دي المادي زي ما بقولك لكن انت لو فكرت وبصيت احنا هنتكلم مع الناس تانية ومع نجوم تانية ومع نجوم مؤثرة اما حاجة يبقى فيه داخل مادى كويس لنادي اسماليا عشان يعرف يشتري دعيب ده لازم وفي نفس الوقت انت ازاي ما ههمش نجوم لازم نجيب نجوم مفهوم انت فاهمني يا كابتان الكريم وعشان كمان جابل اسماليا تقترع ان انت ما نفضتش الفرق انت فضيت قافة ما نعايز ابنتيم هتبنتيم ازاي لازم نكون عندي خبرة ولازم نكون عندي وسط ولازم نكون عندي شباب في نفس الوقت الافارقة مش هقدر اجيب الستة صوبر مش هقدر اجيب السبع صوبر كامكانات مادية لازم اجيب تلاتة صوبر وبعدين التلاتة اربعة تانين برضو لعيبة كويسة احنا بنقول احنا بنصهر وبنفكر وبنتواصل مع الناس كتير جدا ووكلة كتير جدا داخل مصر وخارج مصر عشان نجيب احسن لعيبة للنادي تناسب كمان بقى غير بقى اللي احنا قلنا عليهم النجوم وكذا تناسب الظروف المادية بتاعتنادي الاسماعيلي احنا حرصين جدا ان مش هايزين جمهور الاسماعيلي يبكي تاني حرصين جدا ان جمهور الاسماعيلي هايزين نقوله لا تم الاسماعيلي اللي اتحكى لك عنه واللي حقق البطولات واللي عمل احسن مستوى على المستوى العربي والافريقي والمستوى المصري بنحاول نرجعه تاني هنرجعه تاني كلنا مع بعض بجوة الجميع ومشاركة الجميع ومساعدة الجميع